أكد رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي على الدعم المصري لليمن وقيادته الشرعية في ضوء توجيهات رئيس السيسي بتقديم كل صور الدعم الممكن لليمن الشقيق في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها جاء ذلك خلال استقبال رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي بمقر إقامته بالقاهرة رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي وأكد رئيس الوزراء تأييد مصر لكافة الجهود الرامية إلى توصل لحل سياسي شامل للأزمة اليمنية يلبي طموحات الشعب اليمنية الشقيق وينهي معاناة الإنسانية وفق مرجعيات الحوار الوطني اليمني والمبادرة الخليجية ومخرجات المشاورات اليمنية الأخيرة بالرياض من جانبه أشار العليمي إلى أهمية عقد اجتماعات الدورة القادمة لللجنة العليا المشاركة وتفعيل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقع بالفعل بين الجانبين كما أشار إلى مقترح إنشاء خط بحرين بين عدن والموانئ المصرية من أجل تسهيل حركة التجارة ترجمة نانسي قنقر